او حرب اكتوبر دي بقى حفظت على الحياة عند اهل مصر يعني ايه حفظت على الحياة عند اهل مصر هنشوف المقاصد الخامسة دولة اسمهم المقاصد الخامسة حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ الدين وحفظ العرض والكرامة وحفظ المال والملك حرب اكتوبر حفظت على ده تخيل كده لو احنا كده لو في عدو العدو ده دخل زي ما كده لو ان الناس في بدر دخلوا وعملوا ايه دخلوا مدينة منورة هيقتلوا في المسلمين وتخيلوا لو ان حرب اكتوبر ما كانتش موجودة ايه اللي كان هيحصل ده احنا يا راجل حسبنا الله ونعملوا كيف ده احنا يا راجل منتصرين وهم مصرين على انهم يتعدوا على دماغنا ولولا ان السينة ارض مقدسة ويفضل فيها نصر الله سبحانه وتعالى ونفضل فيها ننتصر فننتصر فنحافظ على النفوس حتى ولا بدماء شهدأنا في سينة وهي بتقوم حتى الارهاب وتفضل سينة هي ارض النصر ويفضل سينة هي حصن اهل مصر لانها بلأ لانها ارض التجلي يا سيدة المسألة سهلة اكتوبر حافظ على دماء المصريين ولذلك رضي الله عنهم شهدأنا اللي حافظوا بدماءهم دماء الوطن ولذلك دايما نفتكر ان الشهداء ليسوا امواتا بل احياء بل احياء عند ربهم مرزقون ليه ليه لان في الحقيقة تعالوا نسمع بهواده كده لان في الحقيقة الشهيد اللي هو حين عند الله لان بشهادته كان سببا في احياء كل من عاش فالحمد لله ورضي الله عن شهدائنا رضي الله عن شهدائنا انجع لهم الله سببا في حياتنا فكان اكتوبر بشهادة الشهداء وبهذا النص حافظ على نفس المصريين اما حافظ العقل بقى فما اقول لكش بقى يا سيدي حرب اكتوبر كانت قادرة على ان تعيد المفاهيم الى النصابة من اول ما ان التخطيط وادارة الازمة توصل الانسان الى الفرجة الى الفرج و الى النصر و ان الوعي اللي بث في نفوس المصريين وصلنا الى ان احنا نتخلص من كل الاتفاقات الخبيثة و كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو تخلص من كل الاتفاقات الخبيثة اللي حصلت من بين اهل مكة و غيرهم لما ارادوا انهم يهجموا على المدينة و يقضوا عليها فالمصريين عملوا وعي و جعلوا الناس يؤمنوا يؤمنوا ايمانا يفكرون به يفكرون بفلسفة النصر و يفكرون بكل هذا فكان هناك الوعي فوقفنا قدام كل الخطط و كل التشوهات اللي كانت بتشوى عقول المصريين انتوا خلاص انتهيتوا انتوا خلاص ما بقولكمش وجود و المصريين يقولوا لا احنا قادرين قادرين نصنع بتخطيط و بمدد الله سبحانه وتعالى لو توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير و لزي كان و لزي كان الضرب الجوية رزق من الله سبحانه وتعالى ان تعملت كل ده رزقكم كما يرزق الطير فرزقنا كما يرزق الطير عقل عقل خطط و عاش بمدد الله سبحانه وتعالى اما حفظ الدين فيما اقول لكش بقى يعني حفظ الدين كيف ان نصر اكتوبر حافظ على الدين ده ياما ناس استردوا يقنهم بالله و حبوا مدد الله و عاشوا ده اول حاجة اكتر كل اكتر الاشياء التي تغنينا بها كلها في حب الله بسم الله الله و اكبر انا لما بقولكم بسم الله الله و اكبر بسم الله كل الناس بتنتشي اه صحيح احنا قلنا ان الناس خططت و الناس دبرت بس سبحان الله كل ده في الاخر كل الناس خدوه و حطوه لانه هو عطية من الله فاين اللي حصل فازداد ايمان المصريين انا فيه ابحاث عايزة اقوله لكم لو الناس درسوا درسوا بالابحاث دي في ابحاثنا منسوب التدين بعد نصر اكتوبر هيجدوا و ناسا كثيرين تغيرت احوالهم مع الله سبحانه وتعالى هتجدوا مثلا انخفضت نسب الانتحار و انخفضت نسب كذا و سلام بقى على الروابط الدينية اللي حصلت و كأننا بنعيش نعم في مجتمع المدينة لما حصل هذا الاتصال و هذا الامتزاج العكيب ما بين كل المواطنين فعاشوا في نعمة لهم ما لنا و عليهم ما علينا لما امتزجت الدماء فحفظنا على الدين بمعنى ان الدين بقى بوسيقة اهل المدينة ان كلنا اهل و كلنا ناس ما فيش حد فينا بيفرق ما بينهم و ما بين التاني بالديانة نيجي بقى الحفظ العرض يا ها حفظ العرض ده بقى اللي علمنا ان الارض عرض فمحدش يفرط في العرض فلو نجح كيه فلو نجح الجيش ده لو تعالوا نطبق يعني ازاي بنتعلم ان النصر بيخلي الارض بيخلي الارض زي العرض لو الناس مثلا في غزة باتر كان داخل مدينة كانوا عملوا ايه هيسبوا ويستعبدوا النساء والرجال فلزاك وقف كل اهل المدينة يدفع عن اعرضهم وارضهم وكذلك وقف اهل مصر كلهم عشان يدفع عن ارضهم وارضهم بدمهم الغالي عشان يحفظوا على امهاتهم واخوتهم وزوجاتهم واولادهم من زول الاحتلال والهزيم الله يرضى عنكم كل اعزة احنا حصين بيها ده ربنا سبحانه وتعالى يكتبها في ميزان حسناتكم ليه طيب لاني انتو كل اللي عملتو ده انا بقول الكلام ده الكل اللي شاركوا في النصر اكتوبا انا بقول مش بس القوات المسلحة بس هو كمان الشعب المبارك اللي كمان شارك في ده نصر اكتوبر مش نصر قوات مسلحة بس رضي الله عنهم وجزاهم الله عننا خيرا لكن ده نصر شعب كله ولازم نعترف في ده اما حفظ المال صحيح بيقولوا ان في حاجة اسمها اقتصادات الحرب بس كل الناس عارفين مهما بزلت في الحرب لو استردت ارضك انت استردت مواردك وتعالوا نشوف كده لو اني جيوش المشيكين مثلا احتلت المدينة كان ايه لا يحصل كان اخذوا كل ما فيها من خيرات وانتو عارفين كويس اوي اوي ليه مصر طول الوقت بيحاولوا يخلوها دايما تحتزل الاحتلال عشان هي عندها من الخيرات يكفي من خيراتها كمان ما فيها من موارد ما فيها من كل العطايا اللي اعطاها ربنا سبحانه وتعالى موسيقى 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 موسيقى